مبارح كانت اللحظة اللي كلنا كنا في انتظارها بدأ بالفعل تطبيق بنود الهدنة ما بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بدأ أيضا كمان معبر رفح البري يستقبل المحتجزين في قطاع غزة واللي تنقلوا لي الجانب الإسرائيلي ده بعد ما بدأت الجهات المصرية المشاركة في عملية تبادل الأسرة أجهزة الأمن كمان أمن الاحتلال قالت أنها استلمت الأسرة اللي أفرجت عنهم حركة حماس في قطاع غزة وتم نقلهم بالفعل من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سيل من ناحية تانية أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 39 من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية وده تطبيقا للتزامات اليوم الأول من اتفاق الهدنة بين إسرائيل والمقاومة وبمجب اتفاق الهدنة اللي هتستمر أربعة أيام هتفرج حماس في المرحلة الأولى عن 50 سيدة وطفل إسرائيلي مقابل إطلاق إسرائيل صراح حوالي 150 سجين فلسطيني معظمهم من النساء والقصر في أول أيام الهدنة كمان المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من مصر إلى قطاع غزة تدفقت بشكل كبير جدا عن طريق بوابط معبر رفح البري في محافظة شمال سيناء ده طبعا بجانب استقبال الجرحة والمصابين والمرافقين وكمان أصحاب الجوازات الأجنبية بالتزامن مع الهدنة واللي جرت ما بين الاحتلال والمقاومة جيش الاحتلال انسحب بالفعل من مجمع شفاء الطبي في القطاع بالتزامن مع سرائيل الهدنة مصر هتوصل استقبالها لمجموعات من الجرحة والأطفال المصابين من أبناء غزة لعلاجهم في مصر وحيتم كمان استقبال الرغبين من الأجانب ومزدوجي الجنسية المحتجزين بقطاع غزة وحتكون للمرة الأولى من بداية النزاع حيتم السماح من الجانب المصري ببدء دخول العليقين الفلسطينيين بالبلاد لقطاع غزة وده بناء على رغبتهم وده كانت حصيلة الأيام الأولى من الهدنة كويس يا منا انك أكدت على النقطة دي لها بناء على رغبتهم الناس هي الحبة انها ترجع مرة أخرى كانوا عليقين في مصر كانوا موجودين خرجوا من القطاع وكانوا موجودين في مصر طول أيام اللي فات كان نفسهم يرجعوا القطاع على الرغم من كل ما يحدث إلا أنهم كانوا محتاجين وكانوا بيرغبوا في العودة للقطاع وأنهم يكونوا موجودين مع أهليهم مجموعة من النقاط كده حابين نتكلم فيها مع حضراتكم في البداية أن ما حدث حتى اللحظة هو انتصار للمقاومة لم يكن يتخيل أحد أن هؤلاء الأسرة والمحتجزين لدى سجون الاحتلال من الأطفال والقصر ومن النساء هيخرجوا في يوم من الأيام منهم اللي موجود بعد محاكمات ومنهم اللي هو موجود بدون أي محاكمة وموجودين في سجون الاحتلال لكن ما حدث هو انتصار لحظة خروج الأسيرات ولقاهم بأهليهم هو انتصار لحظة عبور الشاحنات بهذا العدد الكبير ودخول الوقود إلى قطاع غزة ده انتصار وقف الطيران في الجنوب ده انتصار كل الحاجات دي بتحسب لي المقاومة الفلسطينية ما فيه شك ان الأوضاع في قطاع غزة هي أوضاع كارثية بنتمنى طبعا ان يتم تمديد هذه الهدنة وان تلحقها هدى أخرى حتى في النهاية نصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحنا شفنا مجموعة من الفيديوهات مبارح لحظة خروج الأسيرات ولقاءهم بأهليهم لحظة فرحة الأطفال السغيرة بالهدنة كمان يعني المنظر المبارح كان مؤثر جدا وشفنا كمان تفاقل دولي بهذه الهدنة ومتوقعين ان يكون يحصل هدن أخرى خصوصا ان زي ما كان شاهد لي بيقول ده انتصار يعد للمقاومة الفلسطينية لان احنا عارفين المبدأ الموجود انه ما بيحصلش مفاوضات لحاجة غير قابلة للتحقيق بالقوة بما ان اسرائيل بتفاوض على الأسرة هي بقى فعلا مش قادرة تحرر المحتجزين وبتحى يبقى ده انتصار كبير لحماز زي ما شفناه شفنا كمان انبارح سرايان شاحنات الوقود لأول مرة منذ حاجة وأربعين يوم يمكن تمانية وأربعين أو تسعة وأربعين يوم لقطاع غزة سواء في الجزء الشمالي أو في وسط غزة ما كانش بيوصل أبدا شاحنات وقود وشفنا كمان انبارح بدء تطبيق اتفاقية دخول الشاحنات لعدد وصل لمتين شاحنة احنا شايفينهم مع بعض وشايفين احتفالات الموجودة نجاح أول أيام الهدنة وتبادل الأسرة ده اعتقد انه هو ان شاء الله هيكون فتحة خير وشفنا كمان انبارح عودة كتير من الغزوية لبيوتهم حتى وان كانت مهدمة لكن وهم آمنين وعارفين انهم هيقضوا أربع تيام من غير قتل ومن غير أي نوع من أنواع الإغارة عليهم في بيوتهم وهم آمنين احنا مستمرين مع حضراتكم ان شاء الله في تغطيتنا لما يحدث في قطاع غزة بنصبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر